موسيقى بدأ في واشنطن اجتماع لدول التحالف الدولية ضد داعش على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لبحث مكافحة الارهاب ووجهت الدعوة إلى 34 دولة إضافة إلى حلف الناتو للمشاركة في الاجتماع الثاني كما يناقش وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر مع نظرائه سبل تسريع الحملة ضد داعش وزيادة زخمها كما يناقش الوزراء تنسيق جهود تمويل عمليات مكافحة الارهاب ومكافحة تدفق اللاجئين واستقرار المدن التي جرى تحذيرها من قبضة داعش ومعنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجية اللواء الركن سيد محمد لزيبان سيد لواء أهلا بك بداية ما هي أهم الملفات المطروحة في هذا الاجتماع بعد مرور هذا الوقت على إنشاء التحالف ضد داعش السلام عليكم وسهلا الخير عليكم السادة المشاهدين الملفات عديدة يعني هو الاجتماع السابق وضع تقريبا أطر وخطط استراتيجية لأنه على هذا المستوى لا يتطرق هناك إلى التكتيك حتى العمليات على هذا المستوى وأيضا أنا أتوقع أنه أهم ما يتم مناقشته في الاجتماع الحالي في واشنطن الأحداث الجارية في تركيا هذا ما قد يربك المشهد العام خاصة أنه القيادة في تركيا لم تنأ بكامل عن المشاركة حتى يعني أنه لا زال يتم الاستفادة من قاعدة أنجرليك لكن هناك عضو فاعل كبير الآن عنده مشكلة داخلية هذا هو أنا أتوقع أنه سيكون من أهم الملفات اللي سوف يتم مناقشته هذا أولا ثانيا إحنا لو نشوف الإنجازات الميدانية يبدو لي أنه في العراق بغض النظر عن الآلية التي تم بها الإنجاز في الفلوجة واتجاه شمالا إن شاء الله إلى الموصل التحدي الأكبر أنا لا أتوقع أنه في العراق قدر ما أنه في سوريا ليش؟ لأنه أنا أشوف أن الوضع السوري معقد وأكثر فيه أو ما جعله تعقيدا أكثر الذي هو الجانب الروسي الجانب الروسي نقى بنفسه عن هذا التحالف ويرى أن له طريقة لذلك هذه الاجتماعات أولا لا تراجع خطط ما تم الخطط الاستراتيجية لا إنما تضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية وتأكيد على الدور لكل دولة لأننا نعرف أن التحالف فيه دول تقوم بمساعدات إنسانية دول تقوم بالتدريب دول تقوم بعمليات عسكرية ولا ننسى أيضا أستاذ ماجد أن الدول المشاركة في العمليات العسكرية ليست كل الدول تقوم على المسرح بأكملة إنما هناك دول تقوم في مناطق في سوريا وفي دول أخرى تقوم بمناطق عمليات في العراق هذا التباين ما بين الدول هو الأساس لمناقشة أو لحضور هذا الاجتماع والاستمرار في مناقشة هذه المعارض طيب سيدة اللواء ما الذي يمكن أن يطرح على الدول العربية الآن بعد مرور كل هذا الوقت هذا التحالف شيئا أم أبينا لم يحقق إنجازا كبيرا في سوريا خصوصا على مستوى الميدان واسترجاع الأراضي من داعش هل هناك إمكانية في أن يطرح موضوع إرسال قوات عربية أو مشارقة قوات عربية على الأرض في هذه الاجتماعات شوف التقارير السابقة والأوضاع الحالية هي اللي تحدد الإجابة المباشرة على هذا السؤال بمعنى أنه الأوضاع يعني الدول الفاعلة في المنطقة دول الخليج مصر اللي لا يوجد لديها مشاكل كبيرة وكذلك يعني تقريبا مصر ودول الخليج هي اللي أكثر شيء ممكن يكون له دور فعال أكثر في إرسال قوات برية لكن أنا ما أتوقع أنه في الوضع الحالي يعني ليس أنه لا تستطيع الدول ولكن نظرا لعدم وضوح الرؤية وكذلك اختلاف بعض التوجهات عند دول التحالف فيما يخص الذي هو المطلوب يعني ليش الدول العربية الآن تكاد تقول لا نحن لن نرسل جنودنا إلى هناك إلا في بعض التصريحات ليش؟ لأنه في جوانب رئيسية قبل أن يتم إرسال جنود إلى الميدان هناك العمل الاستخباري هناك العمل التعاون فيما بين الدول هناك القيادة الموحدة لذلك وضع التحالف الدولي شوي صعب وهو ليس أخفاق من الدول لأنه يعني أنا ما أعتقد أنه يعني هذه جماعة إرهابية ليس بالصعوبة زي ما كان في تحالف عام التسعين الصعوبة الآن تأتي أن العدو غير نظامي والقوات التي تستخدم ضد العدو قوات نظامية لن تستطيع بس ثواني أستاذ ماجد لن تستطيع مهما حاولت قوات التحالف بأن تنهي هذا التجمع الإرهابي بدون أن يكون هناك مشاركة برية الدول العربية عليها جزء كبير ولكن تحدي على الدول العربية دول الخليج لديها التحالف العربي والعمليات التي الآن جارها في اليمن ما يحدث الآن في مصر سينة وحدودها مع ليبيا هذا يعطي تحدي القيادة في العراق والقيادة في سوريا ارتأت بأن تكون لها عملياتها الخاصة بأن يسير هناك سماح لجماعات إرهابية التكوين الميليشيا الحزبية هذا من أخبط المشهد بأكمل لذلك نتوقع أن القادة العرب بالذكاء بمكان أو من الذكاء بمكان أنه لا يزجون بالجنود مدام أن الصورة لم تكن واضحة من أصحاب المصرحة الأساسيين اللي هو الجانب العراقي والجانب السوري مدام أنه هناك لا يوجد نظرة استراتيجية من قبل هاتين الدولتين لأن لهم هدف واحد اللي هو داعش فأنا أعتقد أنه لن تقوم الدول العربية بمجازفة حاجة زي كذا أشكرك كان معنا من رياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن محمد لقبيبان شكرا جزيلا لك مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة في أمان الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك